وكنا عم نحكي، كنت عم تقول لي أنه بتشير الدراسات أنه بالأماكن اللي بيكون فيه شراكة ما بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي التحصيل العلمي للطلاب بيكون أفضل فهونا معناته فيه أدوار على الجهات الثلاثة شو هي الأدوار؟ صحيح يعني في البداية بس معلش أحط قاعدة لحديثنا تفضل فيه ثلاث رؤوس لمثلث اللي هو المدرسة، الأسرة والمجتمع المحلي والأسرة جزء من المجتمع المحلي بالنهاية لكن هي على قمة المجتمع المحلي لأنه اهتماماتها وأهدافها يمكن شوي خاصة وبالمركز الطالب إضافة للكثير من الجهات هلأ زي ما تفضلت حضرتك الدراسات كلها على مستوى منطقتنا بالأردن وخارجها في المنطقة وكذلك على مستوى العلم تشير أنه هذه الشراكة إذا كانت ناجحة وفاعلة بيكون تحصيل الطلاب عالي وبالمقابل للأسف الشديد في الأردن وفي منطقتنا تشير الدراسات المنشورة القليلة أنه مستوى هذا التواصل والعلاقة والشراكة للأسف الشديد من ضعيفة إلى متوسطة وبالتالي احنا بحاجة أنه نشتغل على هذا الموضوع بشكل أكبر حتى ينعكس على تحصيل طلابنا بالنهاية دكتور حبيت لما دخلت للستوديو حكيت أنت جملة لفتة نظري أنه العنوان العريض للفقرة أو للموضوع مكرر ولكن أين تكمن النتيجة هو كيف تفعل أدوات هذا التواصل فاليوم نحاول نقدم حديث مختلف أن يكون فيه تفعيل صحيح وطريقة التطبيق صحيحة كيف؟ طيب برضو لازم نحط قاعدة أساسية نوعا ما نحكي نظرية حتى نبنع لها هلأ فيه ثلاث أمور للأسف الشديد بنعرفها جيدا لكن لما نصدق للمرحلة معينة بنكون اتعبنا ونوقف برضو مثلث سامحوني اليوم مثلثات ونحن ثلاثة المثلث الأول هو المعرفة رأس الأول الرأس الثاني المثلث هو الاتجاهات والميول والثالث هو الاتجاهات هلأ إحنا منعرف بسهولة منقرأ الكاب الكاب اللي هو المثالة الكاب منقرأ ومنعرف من مصادر مختلفة كثيرة سواء الإلكترونية أو غيرها والآن صارت متاحة المعرفة للجميع من غير اتجاهاتنا يعني أنا بدي أطور المدرسة بدي نتاج أفضل لابني على سلمثال كولي أمر طبعا بدي إذن ميولة إيجابية نحو هذا الشيء طيب مارس دورك كولي أمر اللي هو المستوى الثالث معرفة اتجاهات ممارسة مارس دورك في سبيل رفع مستوى تحصيل ابنك أو بنتك قف لا تتحرك وزارة التربية والتعليم حقيقة في الأردن متقدمة جدا وهذا حقيقة معروف على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم حقيقة يعني ولو رجعنا للوثائق المنشورة على موقعها بناش نحكي إنه إحنا بنعرف كتير أنا شخص عادي بشيك أو بفتح موقع الوزارة بلها كتير وثائق ومبادرات وأنشطة كثيرة جدا تعقد في نطاق حديثنا اللي هو شراك المجتمعية ودور أولياء الأمور وسنة 2014 وضعت تعليمات لمجالس التطوير مجالس التربوية في شبكات المدارس اللي هي أصلا تهدف إلى دمج المجتمع وإشراكه من 2014 عم نحكي عن حوالي يعني ثمان سنوات إلى أين وصلنا اللي هي الممارسة والتطبيق هو اللي لسه مزعجنا بتلاقي في بعض المناطق فيه إشي فيه إشي لكن لكن مش ظاهرة عامة للأسف الشديد وضمن خطة المدير المدرسي فيه أربع مجالات مجال التعلم والتعليم لازم يكتب فيها المدير بداية كل سنة بالتعاون مع فريق التطوير في المدرسة وباستشارة المعنيين سواء داخل مدرسة أو خارجها اللي هو التعلم والتعليم والمجتمع المحلي وكذلك في مجال بيئة الطلبة أو بيئة التعلم وأخيرا في مجال القيادة والإدارة أربع مجالات لازم يكتب فيهم فمجال المجتمع المحلي ودوره في المدرسة موجود كمجال بخطة المدير لكن أيضا إلى أي مدى الأهداف أو النتاجات واقعية وقابل التحقيق وفعلا توضع بشكل منهجي وعملي وتنفذ وتطبق هذا هو السؤال طب هل لازم يكون فيه شخص بالمدرسة هو دوره عمل هالفعاليات دوره يعني فيه حدا لازم يكون إله دور لأنه يمكن لما بينحط أنه لازم نعمل هيك بس ما حدا دوره يعني المين اللي دوره يعمل هل تعتقد لازم يكون فيه شخص إله هذا الدور وظيفته هذا الدور تمام يعني المدير هو الرأس المدرسة وعادة منحكي هو القائد يعني حتى يفضل تسميته بالقائد لأنه يقود كل العمل داخل المدرسة فالمدير هو الأساس لكن مدير ما شاء الله تبارك الله على الأشياء اللي لازم يشتغلها يعني حقيقة الكثير من الأمور مطلوب منه كثير جدا وبالتالي يبدو فوض صراحيات هلأ فيه فريق التطوير المدرسي وفيه منسق لفريق التطوير المدرسي معني في هذا الموضوع وفيه تطبيق الخطة بما فيها المجتمع المحلي كمجال ولا يعني نحكي يعني أو لازم ينتبه المدير أنه يكون هناك شخص ضمن الفريق أو تابع للفريق مرتبط للفريق وظيفته الأساسية التنسيق والربط ضابط ارتباط مع المجتمع المحلي ما أولي أمور متخصص أيضا موجود في المدارس وليس موجود برضو هذا السؤال مفتوح ولازم يكون موجود دكتور بس عشان نوضح كيف إحنا بدنا نحكم أنه المدرسة عم تتواصل مع الأسرة أو مع المجتمع المحلي بشكل جيد وبشكل ينصف أداء الطلبة وبيأثر على أدائهم حتى الأكاديمي هلأ يعني إحنا يعني الحديث اللي بنحكي فيه واسع جدا نعم لأنه بشمل يعني عنصرين رئيسيين ويعني وفاعلين طبعا نعم إكبار لهم المجتمع المحلي وأولياء الأمور نعم حضرتك مسدانا حكيت عن أولياء الأمور فنحكي عن أولياء الأمور ومشاركتهم هلأ فيه ببساطة من يوم ما دخلت المدرسة وأنا طفل بعرف أنه فيه مجلس الأباء والمعلمين نعم وبالتالي الأباء يدعون إلى المدرسة ويتم انتخاب هذا المجلس فيه أعضاء ممثلي من الأولياء الأمور فيه من المدرس طبعا وفيه من البرلمات المدرسية حاليا الطلاب فيه طبعا سيد طبعا مش بكل المدارس كمان للأسف نحن نحكي الوضع المثالي زي ما حكينا الآن هذا المجلس يجب أن يجتمع بشكل دوري تمام ويشارك فيه وضع خطط المدرسة نعم وفيه متابعة تطبيق هذه الخطط وتقويمها نعم وفيه أيضا تنفيذ الأنشطة التي تؤدي لتحقيق النتاجات أو الأهداف اللي موجودة في خطط المدرسة جميع هلأ فيه جانبين الجانب الأول أنه أنا كمدرسة قديش أبوابي مفتوحة لأولياء الأمور تعالوا وأسجعهم يجوا وقديش أولياء الأمور رغبين أنهم يجوا نعم هذول هون فيه حاجزين وفيه دراسات بالأردن حتى وله هنا قليلة تتحدث عن المعيقات التي تعيق إشراك أولياء الأمور فيه تعلم أبنائهم وفيه دعم المدرسة فيه معيقات نعم يعني ليسوا مثلا يعني ببساطة توقعات أولياء الأمور طبقات أولياء الأمور أنه أنا أبدأ أحط إبني يتعلم تفضلوا إبني يا جماعة علموه شكرا لكم يعطيكم العافية فيه مشكلة باجي فيه مشكلة يعني الله يعطيكم العافية أمور منيحة وأنا راضي طب الحل الحل التوعية التوعية للطرفين يعني عقد دورات لازم تعقد ودورات تتابع ويتابع أيضا نرجع للمعرفة الاتجاهات والتطبيق أو الممارسة لا المدير أو المدراء والمؤلمين أنه شو يعني شراكة مع أولياء الأمور شو الشراكة مع المجتمع توقع الدورات وتتابع عملية تنفيذ نحكي النتاجات التعلم وكذلك يجب أنهم يعرفوا أنه يا جماعة تعالوا أنت في هذه المدرسة مش دورها بس أنه هاي أولادنا فيها وعلمية مدرسة وشكرا إليك وفي مشكلة باجي فيش مشكلة أنا تشوفوش وجي طول السنة لا المدرسة هذه أنت مسؤول أيضا عنها له دور من وضع الأهداف متابعتها وضع الخطة متابعة الخطة النتاجات المسائلة والمحاسبة تعالي يا مدرس أنت حكيتي هيك هيك أنت ما عملت هيك ليش بالأسف الشديد إذا في حد يريد أن يتابع لحكي هذا هو المجلس المعلمين وأولياء الأمور اللي هم أربع خمس أولياء أمور بس بيكونوا موجودين وبايا أولياء الأمور يعني إجمالا غيبين بالأسف الشيء خمس أولياء أمور عن الصف عن المدرسة كاملة مدرسة كاملة ينتخبوا انتخاب نعم حضرتك دكتور كنت حابب توجه نصيحة للناس يعني بحكم خبرتك وإطلاعك على المدارس بالأردن وفي بلدان مختلفة من بلدان العالم العربي فنصائح تقدمها للمدارس مدير المدرسة لأولياء الأمور ولكل من بهذا المثلث تمام هلأ المدرسة تحيط فيها أشوار رفع في يوم الأيام برنامج أو تم التحدث عن برنامج المدرسة المجتمعية وهي المدرسة التي أسوارها نهدى تشوفوها يا جماعة مش موجودة أسوار والمدرسة هي مفتوحة تفضلوا وكلكم شاركوا وتفاعلوا رفع هذا لنحكي شعار وتبقت برامج وتدريب ومتابعات وأدوات تقويم للنشاط ولكن للأسف الشيء برضو بتطلع الأمور وبترجع بتنزل لأنه ما بتتمأسس ما في مأسس شيء جديد يعني بالضبط وبتطلع مبادرة جديدة وهل مجر هلأ الأشياء الموجودة حالياً حقيقةً في مدارسنا جميلة والمبادرات جميلة لكن عملية المأسسة وعملية متابعتها بشكل جدي وتنفيذها وتطبيقها بشكل فاعل بدها شوية شغل هلأ المدرسة المفروض تكون جاذبة لأولياء الأمور للمجتمع المحلي تشجعهم يجوا اعملي مثل مدرسة احتفالات نشاطات يوم مفتوح وفي مدرسة تعمل طبعاً بس احنا بنحكي بشكل عام دعوهم انه يشاركوا في اجتماع في نشاط في تكريم كرموهم للي بساعدوا المدرسة شجعوهم دروع كتب شكر وهذا بحاجة انه المدير كقائد ومعلمينه يكونوا مدربين أو المديرة طبعاً ومعلماتها يكونوا مجاهزين هذا المدرسة نعم احنا انتهى وقتنا لا ما حكناها ان شاء الله في استضافات لاحظة دكتور ويستفيد من خبرتك قدر الامكان دكتور ياسر توقف خبير تطوير مدرسة شكراً لحضورك شكراً لكم جزيلاً شكراً